قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم سوفيان رحيمي شاركت في خمس مباريات نهائي قاري مع الرجاء الرياضي وفوزنا بها جميعا وأمل أن أفوز بدور عطل أسيا مع العين المصري محمد صلاحي اتلقى صدمة بخصوص تفوق إبراهيم دياز يوصفنصار يعلنها أخيرا ويقرر مغادرة إشبيلية الأسبانية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار سوفيان رحيمي شاركت في خمس مباريات نهائياتين قاري مع الرجاء فوزنا بها جميعا وأمل أن أتوج مع العين بدور أبطال أسيا أعراب سوفيان رحيمي نجم فارق العين الإماراتي عن تطلعاته الكبير نحو التتوجي بلقب دور أبطال أسيا والمشركة في كأس العالم للأندية في نسخة 2025 وصراحة نجم المغرب سوفيان رحيمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا نحن على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق اللقب وهذا يمثل دافعا كبيرا لنا الفوز بدور أبطال أسيا سيفتح أمامنا أبواب المشركة في العديد من البطولة الهمة العام المقبل وعلى رأسها كأس العالم للأندية وضف قائلا مونديال الأندية هو حلم يسعى كل فريق لتحقيقها ونحن نأمل بفضل الله أن نكون من المحظوظين بالفوز باللقب والمشركة في هذه البطولة العالمية وتحدث رحيمي عن تجربتي السابقة قائلا عندما كنت ألعب مع فريق رجاء رياضي شاركت في خمس نهائية قارية وتمكنت بحمد الله من الفوز بجميعها عندما انتقلت إلى العين الإماراتي كانت لدي خلفية قوية من الخبرة التي اكتسبتها من البطولة في المملكة المغربية وأوضح هذه الخبرة ساعدتني على التكيف بسرعة مع الأجواء الجديدة في ندي العين منذ انضمامي للفريق كنت أتطلع بشدة للمشركة في دولة الأسيا لأن المنافسة في هذه البطولة تختلف تماما عن المنافسات الأفريقية وختم صفيان حديثه بالقول الآن وقد وصلنا إلى النهائي آمل أن أحقيق نفس النجاحات التي حققتها في المغرب وأن نرفع كأس البطولة الأسيوية قريبا النجم المصري محمد صلاحي تلقى صدمة بعد تفاوق إبراهيم دياز تمكن الدولي المغربي إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد الإسبانية من التفاوق على المصر محمد صلاح نجم ليفيربول الإنجليزي برقم لافت مع اقتراب انتهاء منافسات الموسم الجهرية حيث حقق دياز عددا أكبر من الألقاب في بطولة الدورية الخمسة الكبرى مقارنتان بمحمد صلاح رغم أن الأخير تجاوز حاجز الواحد والثلاثين عاما وبعد تتوجي ريال مدريد بلقب الدور الإسباني هذا الموسم ارتفع رصد إبراهيم دياز إلى أربعة ألقاب في بطولة الدورية حيث حصل على لقب الدور الإنجليزي موسم 2017-2018 مع مونشستر سيتي ولقب الدور الإيطالي موسم 2021-2022 مع ميلان بالإضافة إلى لقبين في الدور الإسباني مع ريال مدريد في موسمي 2019-2020-2023-2024 ومن جهته لم يحقق محمد صلاح سوى لقب واحد في الدور الإنجليزي مع ليفيربول وذلك في موسمي 2019-2020 لونمي ولم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز مرة أخرى حتى الآن إنجازة دياز تأتي لتبرز مسيرته المميزة حيث تمكن من تحقيق الألقاب في ثلاث دوريات مختلفة ما يعكس قدرته على التأقلم والتألق في بيئات كروية متنوعة في المقابل ورغم أن صلاح يعد من بين أفضل اللاعبين في العالم إلا أن مسيرته في جمع الألقاب في الدورية الكبرى كانت أقل مقارنة بمسيرة النجم المغرب إبراهيم دياز يشار إلى أن الكثيرين يرشحون إبراهيم دياز من أجل الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لهذه السنة خصوصاً إذا ما تويج مع فريق ريال مدريد بدور أفضل أوروبا يوسف أنساري يعلنها أخيراً ويقرر مغادرة إشبيليا يقترب الدولي المغرب يوسف أنساري من الرحيل عن صف في نادي إشبيليا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفق لما نشرت صعيفة إلديس مارك الإسبانيا فقد أصبح أنساري أكثر نوجاً ويطمح لإكتشاف فرص جديدة في مسيرته الكروية ما دفعه لإبلاغ وكيل أعماله بضرورة مناقشة العروض التي تلقاها ووضف التقرر أن نادي إشبيليا يعتزم دراسة العروض المقدمة ليوسف حيث يسعى النادي الأندلسي لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال بيع عقد المهاجم المغربية الذي ينتهي في صيف الموسم المقبل أنساري خضخ خلال الموسم الحالي 38 مباراة مع إشبيليا ونجح في تسجيل 19 هدفاً 15 هدفاً منها بالدورة الإسبانية وهو ما يجعله قريباً من تحطيم رقمه التهديف القياسي القرار برحيل يأتي في وقت يبحث فيه يوسف أنساري عن تحديات جديدة وقد تلقى عروضاً من أندية بارزة تسعى للاستفادة من مهاراته الهجومية بالإضافة إلى ذلك يسعى إشبيليا للاستفادة مالياً من بيع يوسف أنساري خاصة أن العقد الحالي ينتهي قريباً مما يجعل البيع في هذا الصيف فرصة متالية لتحقيق عائد مالي جيد مسيرة أنساري مع إشبيليا كانت مميزة حيث أثبت نفسه كأحد أفضل المهاجمين في الدورة الإسبانية بفضل قدراته التهديف ومساهمته الفعالة في المباريات هذا الأمر جذب انتباه العديد من الأدية الكبرى التي الترغب في ضمه إلى صففها للتعزز خط هجومها وفي النهاية قد يكون رحيل أنساري خطوة مهمة في مسيراته الاحترافية حيث سيسمح له بالانتقال إلى بيئة جديدة وتحديات جديدة مما سيسهم في تطوير مهاراته وتحقيق طموحاته الكروية على نطاق واسعة صراع جديد بين المغرب وبلجيكا بالسبب موهبة كبيرة أفض التقار الإعلامية بأن الجناح الواعد لنادي كلوب بروش سامستين طالبي أصبح محل تنفس بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد البلجيكي للعباء للحصول على خدماته مع المنتخب الأول واندم الطالبي إلى كلوب بروش في عام 2015 وبدأ مسيرته مع أجبال الفريق قبل أن يتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول في يناير 2023 وشارك في تسع مباريات في مختلف البطولات خلال الموسم المنقضي مما أنتبت جدرته وأهليته ليكون واحدا من اللاعبين الواعدين المنتظر انضمامهم إلى الفريق الأول لكلوب بروش في الموسم المقبل ونظرا لأدائه المميز مع فريق شباب كلوب بروش بدر مسؤول الجامعة المغربية بالتواصل مع اللاعب لمحاولة استقطابه للمنتخب في الاستحقاقات القادمة وبالمثل قام الاتحاد البلجيكي بالتواصل معه حيث يسعى كل منهما لضمه إلى صفوفها شمس الدين طالبي دفع عن ألوان منتخب بلجيكا في الفئات السنية وشارك في أكثر من عشرين مباراة إجمالا ومع ذلك قد يتجه اللاعب لتمثيل منتخب والده المغرب وفقا لما ذكرته منصة أفريكاسبور ويمتد عقد الطالبي مع كلوب بروش حتى صيف 2025 وحسب وسائل إعلام محلية بلجيكية يستعد النادي لتقديم عقد جديد يضمن مستقبل النجم المغربية في ملعب جامبريديستاديوم نظرا لأنه يعتبر أحد اللاعبين الواعدين والمهمين للنادي وأصبح شمس الدين طالبي هدفا لعدة أندية أوروبية بارزة في الأونة الأخيرة من بينها سصول الإيطالي ولايبسيتشا الألماني وأيكسا الهولندية ويعكس هذا الاهتمام الواسع كنياته الكبيرة ومستقبله المشرق في عالم كرة القدم ويعكس التنفس بين المغرب وبلجيكا على أهمية اللاعب ومكانتها